نرجع إلى آية الدرس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبل يقول كثيرا ما تصدر الآيات وخاصة الآيات الأحكام بهذا النتاق يا أيها الذين آمنوا لدلالات بيانية ولفوائد أرخصها وأجملها فأقول بله أستعي أولا إنه دليل على الاهتمام بالحكم المتحدث عنه أولا هذا دليل على الاهتمام بما سيتكلم عنه لمكانته ولقدره ولمنزلته وأنه تفخيم لشأنه لما فيه أولا من تكرر ذكر المنادة فمرة بأي وهي نكرة وهي نكرة مقصودة وأخرى بالذين آمنوا ثانيا الإضاح بعد الإبهام في قول الله تعالى الذين آمنوا بعد قوله يا أيها فإذا جاء الإضاح بعد الإبهام الإبهام يا أيها بعدها جاء الإضاح الذين آمنوا إذن الله تعالى يخاطب المؤمنين ثالثا اجتماع التعريفين وذلك في أي وفي الذين أهمنوا رابعا التأكيد بحفظ تنبيه يا فإن النداء يرجب التباه المنادة فإذا قلت يا فلان التفت نحوك وأصغى إليك إذن فيه دلالة على ماذا على التنبيه أن ينتبه من يخاطب ثانيا لأننا قلنا أولا وثانيا وثالثا ورابعا من حيث تكرروا ذكر المنادر ثانيا من دلالات النداء يا أيها الذين آمنوا أن النداء بوصف الإيمان دليل على أن تنفيذ هذا العكم وهو الصيام يعني الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فإذا جاء النداء بالإيمان ومن مقتضاية الإيمان أن يستجيب المؤمن فهذا فيه حث وإلهاب لعزائم المؤمنين والترغيب كذلك لهم فيه ترغيب للمؤمنين كي يستجيبوا للنداء ثالثا أن ترك الصيام نقص وخدش في الإيمان فعندما يناد المؤمن بصفة الإيمان يا أيها الذين آمنوا يفجل يستحي نعم وقد ناداه حبيبه وسيده ومولاه بصفة المؤمن المحب فيقابل حبا لهم والذين آمنوا أشد حبا لله وهناك قاعدة مفيدة وهي إذا نذي الإنسان بوصفه فإنه يزداد وصفه إذا نذي بوصفه يزداد هذا الوصف وذلك بحسب زيادته في موجهه فإذا قلت لك يا طالب العلم اعتني واحفظ بما تقرأ فإنك إذا ازددت في الحفظ والعناية فإنه يكمل فيك وصف الطلب للعلم فكذلك الأمر هاهنا يا أيها الذين آمنوا يزيدك إيمانا وتقوى فقول تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون منادات لوصف الإيمان فإذا صام العبد ازداد إيمانه ازداد الإيمان الإيمان يزيد وينقص كما هي عقدة أهل السنة وقد ذكر سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه كما صفق في الدرس الماضي إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك انتبه فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة